اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجازات الرياضية للمملكة خصوصا في رياضة الفروسية في المحافل الخارجية تترجم الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نعم وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بفوز أربيرتش لايك مي بشعار فيكتوريوس المركز الأول وتحقيق أول ألقاب مضبار ميدان للخيل العربية في شوط بن ياس برعاية شرطة دبي مبينا سموه إلى أن هذا الانتصار يؤكد مدى الإمكانيات العالية التي تمتلكها المملكة في هذه الرياضة العريقة وشد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود المضمر فوزي ناس الذي بذل جهودا كبيرة في تحقيق هذا الانتصار الكبير متمنيا سموه لرياضة الفروسية البحرينية المزيدة من التفوق في المشاركات القادمة وتمكن أربيرتش لايك مي بشعار فريق فيكتوريوس من تحقيق أول ألقاب مضبار ميدان للخيل العربية وهو شوط بن ياس برعاية شرطة دبي الفئة الثانية والمخصص للجياد عمر أربع سنوات فما فوق والممتد على مسافة 1400 متر على الأرضية الرملية ويشرف فوزي ناس على تدريب أربيرتش لايك مي وقيادة الفارس الهولندي أدري ديفرس الذي حقق الفوز بفارق بعيد جدا عن أقرب منافسية